تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بقبول طلبات 236 من مشتركي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد وتشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى باشرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءة اللازمة لقبول طلبات منتسب برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد نعم هذا وتم صرف المعاشات التقاعدية لمجموعة من المقبولين الذين استوفوا متطلبات صرف المعاشات التقاعدية بأثر رجعي وأكدت الهيئة أن العمل جار على استكمال باقي الطلبات بالنسبة لبقية المقبولين الذين يتم التواصل معهم لمراجعة الهيئة لاستكمال متطلبات صرف المعاشات التقاعدية بالسرعة الممكنة ولفتت الهيئة إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة 69 حالة من منتسبي برنامج خطوة تعمل حاليا على التحقق من استفاء هذه المجموعة لمعايير استحقاق المعاشر التقاودي وفق الأطر والإجراءات القانونية